الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان هو كل متمرد على شرع الله ويقصد به إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن وكان إبليس قبل أن يتمرد أعبد أهل الأرض وارتقى بعبادته وصار طاووس الملائكة ثم توعد إبليس آدم وزريته بالإغواء والإضلال إلى قيام الساعة الشيطان يخوفكم الفقر والحاجة إذا أنفقتم في سبيل الله فيبدأ بالوسوسة للإنسان ويقول إن كنت منفقا لا محالة فلا تنفق الطيب وأنفق الخبيث والرديء من أموالك ثم بعد فترة يرتقي خطوة ويقول أمسك عليك مالك فإنك إذا أنفقت مالك افتقرت ثم يرتقي خطوة أخرى ويقول إياك وأن تنفق في سبيل الله فالظروف صعبة والمعيشة غالية والدولار يرتفع يوما بعد يوم وما زال بالإنسان يوسوس حتى يتحول من رجل منفق في سبيل الله إلى رجل بخيل لا ينفق على زوجه ولا على ولده ولا على نفسه ويأمركم بالفحشاء يرى كثير من العلماء أن الفحشاء في تلك الآية الكريمة هو البخل الشديد والفحشاء في الكرآن الكريم اسم جامع لكل المعاصي والآثام وما حرم الله من الأقوال والأفعال والعجيب أن نفس الشيطان بعد ذلك يأمر بالإنفاق في المعاصي والآثام وكثيرا ما نرى العجب العجاب نرى الإنسان بخيل في الإنفاق على ابنه الجائع وزوجته المريضة وفي نفس الوقت ينفق ببزخ شديد على شهواته ورغباته كالمسكرات والمخدرات والنساء وقد ترى الإنسان لا ينفق على الفقراء والمحتاجين من أقرب الناس إليه وفي نفس الوقت يرمي الملايين تحت أرجل الراقصين والراقصات والله سبحانه وتعالى يعيدكم على إنفاقكم في سبيل الله وعدين وعد في الآخرة ووعد في الدنيا أما وعد الآخرة فمخفر للذنوب وتطهير للعيوب وأما وعد الدنيا فرزقا واسعا مباركا فيه وأمان تام من العهات والفاقات والله واسع الفضل عظيم الإحسان واسع الجود والعطاء والرحمات عليم بالأعمال والنيات عليم بنفقاتكم قليلها وكثيرها سرها وعلى نيتها وسيجازي كلا من سعته وقرمه وفضله جزاكم الله خيرا الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة